اللهم صل على محمد وآل محمد أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي مولاي أبا عبد الله الحسين في هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالد والدي وأخواني وأخواتي وزوجتي وأطفالي وعشيرتي وأقربائي وأصدقائي وجيراني وكل من أوصاني وأخواني وقلدني بالدعاء والزيارة نتوجه إلى المولى أبي عبد الله الحسين بهذه الزيارة المخصوصة السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن خاتم النبيين السلام عليك يا ابن سيده المرسلين السلام عليك يا ابن سيده الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء 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 وابن حجته السلام عليك يا ابن حجته السلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه السلام عليك يا سفير الله وابن سفيره السلام عليك يا خازن الكتاب المسطور السلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل والزبور السلام عليك يا أمين الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا عمود الدين السلام عليك يا باب حكمة رب العالمين السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين السلام عليك يا عيبة علم الله السلام عليك يا موضع سر الله السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خط برحلك بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام فلعن الله أمتان أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها بأبي أنت وأمي ونفسي يا أبا عبد الله أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أضلة العرش مع أضلة الخلائق وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والباح صلى الله عليك عدد ما في علم الله لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعاد ودعوت إليه ما وأنك صادق صديق صدقت فيما دعوت إليه وأنك ثار الله في الآر وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن أبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسان ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا حتى أتاك اليقين فجزاك الله خير جزاء السابقين وصل الله عليك وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد قتيل العبرات وأسير الكربات صلاة نامية زاكية مباركة يصعد أولها ولا ينفد آخرها أفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك المرسلين يا إله العالمين زيارة علي بن الحسين السلام عليك أيها الصديق الطيب الزكي الحبيب المقرر وابن ريحانة رسول الله السلام عليك من شهيد محتسب ورحمة الله وبركاته ما أكرم مقامك وأشرف منقلبك أشهد لقد شكر الله سعياك وأجزل ثواباك وألحقك بالذروة العالية حيث الشرف كل الشرف وفي الغرف السامية كما من عليك من قبل وجعلك من أهل البايت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الله عليك ورحمة الله وبركاته ورضوانه فاشفع أيها السيد الطاهر إلى ربك في حط الأثقال عن ظهره وتخفيفها عني وارحم ذلي وخضوعي لك وللسيد أبيك صلى الله عليكما زاد الله في شرفكم في الآخرة كما شرفكم في الدنيا وأسعدكم كما أسعد بكم وأشهد أنكم أعلام الدين ونجوم العالمين والسلام عليك ورحمة الله وبركاته زيارة الشهداء السعداء السلام عليكم يا أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار علي بن أبي طالب وأنصار فاطمة وأنصار الحسن والحسين وأنصار الإسلام أشهد أنكم قد نصحتم لله وجاهدتم في سبيله فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وفزتم والله فوزا عظيما يا ليتني يا ليتني يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون أشهد أنكم الشهداء والسعداء وأنكم الفائزون في درجات العلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته